الدار برقم 77 بين الجارين الاتحاد والملودية لم يختلف عن سابقيه سواء من ناحية الفرج التي يصنعها أنصار الفريقين فوق المدرجات أو من ناحية الندية التي عاهدنا في كل مواجهة التشكيلتين فالملودية المنقصة من خدمات حسين مدرف دخلت اللقاء لمواصلة المشوار والبقاء في الصدارة فيما دخلت تشكيلة رولون كوربيس وهي تفتقد لخدمات المعاقبين ربيع مفتاح وكذل هداف كاروليس أندريا وعينها على الالتحاق بركب المقدمة فيما اقتسم الغريمين دافعة سيد العاصمة الاتحاد أراد الضغط منذ البداية وفرض منطقه وأولى المحاولات جاءت عن طريق فهم بعز الذي حاول الاستفادة من ضربة جزاء إلا أن الحكام ردوان سيب صفر الخطأ ضده ومنحه بطاقة صفراء لعملية التمويه دقائق بعد ذلك أحمد قاسمي يعيد الكرة هذه المرة ينجح والحكم سيب يمنح له ضربة جزاء بعد خطأ من المدافع بالعيد حبيب الخطأ كان صحيحا لكن الإعادة تؤكد أن وقوعه كان خارج منطقة الجزاء غير أن قاسمي استفاد ونفذ بنجاح مسكنا الكرة شباك الحارج ميلي ومطلقا العنان لأهازيج الأنصار رد الملودية كان عن طريق يشير الذي هو الآخر طالب بضربة جزاء بعد عرقالته من خوالد نصر الدين إلا أن الحكم طالب بإكمال اللعب وهو ما احتج عليه لاعب العميد ضغط الملودية تواصل أمام استماتة دفاع الاتحاد وحارسه زماموش فيما اعتمد هجوم الاتحاد على سرعة بن موسى وزين دين فرحات على الأجنحة مع سيطرة واضحة لزملاء كودري على وسط الميدان مما صعب من مأمورية الملودية في العودة في النتيجة مع نهاية المرحلة الأولى كان بإمكان الاتحاد دخول فترة الاستراحة وهو متقدم بهدفين لولا أن صافرة الحكم سبقت رأسية غاسمي الذي أسكن للمرة الثانية كرته شباك الحارج ميلي آخر المحاولات في هذه المرحلة كانت من حشود الذي أراد معاوذة ما فعله مع شباب الوزداد إلا أنه لم يفلح هذه المرة في المرحلة الثانية بن موسى أراد مخادعة الحارج ميلي الهوري بمخالفة ساقطة رد عليه حشود عبد الرحمن بتزديدة قوية وجدت الحارج مموش بالمرصاد ليكون منعرج اللقاء بالنسبة للملودية هذه الكرة من قاسم مهدي إلى الحاج بوغاش الذي لم يوفق هذه المرة ولم يحالف الحد في تسجيل أول أهدافه هذا الموسم فضيع ما لا يضيع على غير عادته وهو حال كرة غازي كريم التي علت إطار مرمى حارس الاتحاد فلم ينفع للملودية لا وقوف الأنصار ولا دعمهم اللامتناهي ولا تغييرات ألان جيجار ولا حتى مطالبة بوغاش بضربة جزاء في آخر المحاولات بالنسبة للملودية لتستقر النقاط الثلاث في بيت الاتحاد الذي عرف جيدا كيف يفاوض في هذا الدربي غريق مردية التعاصم غني عن تعريف غريق محترم اليوم خلقنا عدة صعوبات الحمد لله كما كانت عندولي في قاسية نحن كانت عندنا فرصة وانسجلناها وفي مقابلة كما هادوش يهم حسيلي طلبهم الشغط أول ربما جدر بالجزاء قاسية لحاكم سفرها ولكن يعني هذه الكرة عيوضا أن النقاط المقابلة نلعب على الأطراف ونلعب بتحرك هجومي خاصة ما بين الخطوط ملعبناش بالشيحة كنا طبقنا كرة أمامية كمرة أمامية كمرة أمامية سهلنا لهم المهمة نظن بلّي هذه الكرة إذا فريق المفروض منهزم نحاول لعب الأطراف يحط الكرة محتنائش هذا إذن عنها اللقاء وسنعاود الاتصال